المهجرون واللاجئون من كل البلدان التي تعاني من الحروب والاتهادات والذين يغادرون بلادهم قصراً حاملين ذكرياتهم وأحلامهم لا يعرفون أين سترسي بهم سفينة النجاة ويأتون إلى الأردن الذي يستقبلهم بكل محبة ويقدم لهم ما يحتاجونهم هنا يكمن دور جمعية الكاريتاس العالمية التي تمود يد العون والمساعدة لكل مهجر نازح من كوارث بلاده الكاريتاس وباللاتينية تعني المحبة تجسد خدمتها التي بدأت قبل خمسين عاماً في ربوع المملكة الأردنية الهاشمية والتي احتضنت بين ذراعيها كل معوز ومحتاج جمعية كاريتاس الأردن احتفلت بخمسين عاماً على مسيرة العطاء والمحبة والتضامن فمنذ عام 1967 وهي تمد جسور اللقاء وتضمد الجراحة وتنعش القلوب بمحبة لا تنتهي وتزامناً مع انعقاد المؤتمر الإقليمي لمؤسسة الكاريتاس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقيم في باحة كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام في عمان قداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بير باتيستا بيتسبالا عوانه فيه السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتن والمطران وليام الشومة لمطران اللاتيني في الأردن وجمع من الآباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية ومن مشاركة ممثلي الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وبحضور المشاركين في مؤتمر الجمعية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشخصيات رسمية ودبلوماسية وعدد كبير من المؤمين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وقدم المطران الشومة لخلال أعظته شكره للخدمة اللامتناهية لجمعية الكاريتاس ولكل ما يقدمونه من خدمات وتضحيات في حق المسيح داعيا الجميع أن يكونوا رسل محبة وسلام تجاه كنيستهم وأوطانهم كل فقير ومحتاج له كرامة ويجب مساعدته بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه نساعده ليس شفق عليه ولكن لأنه صورة عن السيد المسيح فمن أطعم جائعا أو زار سجينا أو عالج مريضا أو أوجد عملا لشخص لا يعمل إنما يفعل ذلك لشخص المسيح وسيكافأ عليه والجميل في الأمر أن المعطي والمحسن سينال مئة ضعف عن كل عمل حسن يقوم به لأن الله ليس أقل سخاء من الإنسان ألم يقل يسوع واعدا أعطوا تعطوا ستعطون في أحضانكم كيلا كريما مركوما مهزهزا طافحا وألقى مدير كاريتس الأردن السيد وائل سليمان كلمة أعرب فيها عن شكره للأردن قيادة وحكومة وشعبا ولكل من خدم في كاريتاس منذ تأسيسها طالبا من الرب القدير أن يبارك كل من كان له دور بوضع حجر فوسيفساء في هذا الصرح الكاثوليكي المعطى باسم كل موظف ومتطوع بكاريتس سنعد الكاريتس بهذه الكلمات إلى جميع من نحبهم في شرقنا الحبيب نحن صخرة وخميرة نحن صخرة تؤصل للمسيحية صخرة تقوى على الصعوبات والتحديات صخرة تشد الجميع إلى رجاء واعد وخميرة بيد مبدودة لبناء الكنيسة وخميرة في كنيسة واحدة خميرة لرسالة في أرضنا لتكن المحبة أقوى من كل شيء ولنكن ملح أرضنا ونبعا فياضا يروي جذورنا في هذه الأرض لنكن حبة خردل في كل مكان نتواجد فيه وليشعر كل من يقابلنا أن يسوح حاضر وحي بيننا فطوبى لكل من علم وتعلم الحب كما ألقى السفير البابوي المونسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتين الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرانسيس حيث قدم تهنيه الحارة لكل المحتفلين بهذه المناسبة مفتخرا بكل ما يقدمه العاملين في الكاريتاس من أعمال رحمة وأعمال خير خلال السنوات الماضية ولفت الشماس جبران سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية الكاريتاس في كلمته إلى أن الكاريتاس تمكنت بفضل هذا التعاون من مد يد العون لكل محتاج ولكل من جارت عليه الظروف شاكرني الجميع على كل ما قدموه من دعم للكاريتاس ليبارك الرب الكاريتاس ويهب القائمين عليها العزيمة والوسائل من أجل تحقيق أهدافها والروحية والإنسانية النبيلة والاستمرار في التخفيف من معاناة كل من يلجأ إليها وكل من يرى فيها ومن خلالها بصيصا من الأمل في نهاية النفط شكرا لكم جميعا وبارككم المسيح القائم من القبر بشفاعة أمه البتول التي في شهرها المبارك وفي كل أيام وأشهر حياتنا آمين وفي ختام القداس الإلهي الذي أحيته جوقة ينبوع المحبة بأصواتها الشجية وتنظيم مجموعات كشفية متعددة رفعت فيه الطلبات والتقادم أمام مذبح الرب شاكرين الله على الخدمة الإنسانية العظيمة التي قدمتها الكاريتاس في الأردن ومن ثم توجه الجميع إلى ساحة حديقة الرحمة للاحتفال بهذه المناسبة في أجواء مليئة بالمحبة والفرح والفخر وتبادل التهاني والتبركات الكاريتاس تساعد الجميع هذه مؤسسة وطنية على الجميع أن يفتخر بها وبإنجازاتها في الأردن وكما نقول دائما طالما المجتمع بخير نحن كأفراد في المجتمع سنكون بخير شكرا للكاريتاس ومنبروك يوبيلها الخمسين ونحن كمسيحيين في الشرق الأوسط نعتز بهذه الجمعية جمعية الكاريتاس وبعطائها وبدورها الإنساني حقيقة تمثل كل مسيحي وتمثل أديان المسيحية بمحبتها وتأخيها ونحن لا يسعنا إلا تقديم كل المحبة وكل الدعم إلى هذه الجمعية الطيبة والقائمين عليها